كان يعلم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن مهمته في رئاسة الحكومة لن تكون سهلة على وقع الأزمات الاقتصادية والسياسية والصحية التي لم تفارق البلاد منذ عام 2003 مدفوعا بتعاهداته الكثيرة التي أطلقها أعلن الكاظمي عما وصفها بورقة الإصلاح البيضاء فيما يبدو أنها ورقة الفرصة الأخيرة كما صرح حيث تقف الكتل السياسية والميليشيات تريد الحفاظ على مكاسبها عرفناك مني شوشر ويحاول أن يبين الحكومة كما تتراجع لا الحكومة أتها ورقة بيضاء للإصلاحات في كافة القطاع لكن المشكلة الأساسية التي تعترض الكاظمي حاليا عدم وجود كتلة سياسية محددة له في البرلمان وحكومة لم يستطع أن ينجزها بعيدا عن المحاصصة الطائفية والحزبية التي أوصلت البلادها هنا الورقة تتضمن بحسب مصادر حكومية عزم الكاظمي على إقالة عشرات من المسؤولين البارزين في وزارات وهيئات مختلفة فضلا عن السيطرة على المنافذ الحدودية التي تذهب إراداتها للميليشيات الموالية لإيران والأحزاب على خط المواجهة الأول يبدو الرجل إذن لكنه بالنسبة لخصومه يسعى إلى الخراب إذا ما استهدف شخصيات سياسية بعينها ولم توافق الأحزاب على هذه الورقة سيناريو يكرر نفسه إذن فعلى مدار السنين الماضية طرحت عدة خطط للإصلاح لكنها بحسب نواب باءت بالفشل مع استمرار تدوير ذات وجوه العملية السياسية المتهمين بالفساد وبالنظر لما تحتويه ورقة الكاظمي الحالية فإنه مصيرها يبدو لا يختلف عن مصير ما روج له في عهد الإعباد الذي انتهى به الحال ليكون خارج حسابات موازين القوى بالاتجاه الآخر تؤكد وقائع الأحداث أن الكاظمي أضاع فرصة ذهبية لإخضاع خصومه بعدما أفرج عن عناصر ميليشيا حزب الله رغم القبض عليهم متلبسين في منشآت صناعة الصواريخ وتجهيزها للإطلاق نحو المنطقة الخضراء ومطار بغداد لتعيد ذات الأسئلة عن من يحكم العراق فعليا سلطة الدولة أم بندقية ونفوذ الميليشيات ترجمة نانسي قنقر